أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء مع برنامجكم برنامج فرحة حوة فرحة حوة برنامج يخاطب كل نساء حوة فرحة حوة هنلاقي هنا المعلومة الطبية اللي تتعلق بكل أمراض النساء والتوليد فرحة حوة مع دكتور شادي محمد استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وتأخر الإنجاب وأطفال الأنبيب والحقن المجهري ومناضير البطن والرحم والطب الجنسي والتجميل النسائي أهلا وسهلا بكم النهاردة الحلقة اللي فاتت كنا نتكلمنا عن تأخر الإنجاب لدى الرجال وقلنا أن هما مسؤولين عن 50% من أسباب تأخر الإنجاب النهاردة هنكلم عن تأخر الإنجاب بالنسبة للنساء أو بالنسبة للإناث وهم مسؤولين عن 50% طب ليه إحنا دايما بنبتدي بالراجل؟ إحنا قلنا الكلام ده لأن الرجل كل الأسباب المتعلقة به بتبان بتلات حاجات زي ما احنا قلنا اللي تابع معنا الحلقة اللي فاتت تحليل السائل المنوي وده ينبق عن 80-90% من الأسباب تحليل الهرمونات سواء قلنا الـ LH أو الـ FSH اللي متابع معنا طبعا الـ FSH عشان هي دي اللي بتطلع السيرتوليسيل أو التستوستيرون أو لما بنعمل بعض الأشعات زي نطمن على الدوالي على الخصية أو رانيل المغناطيسي النهاردة هنتكر على الله ونشوف إيه أسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب لدى النساء موضوع في السيدات بيبقى شائك شوي لي يا دكتور لأن احنا دايما هنجنب هل تأخر الإنجاب ده أولي ولا ثانوي يعني أولي هذه السيدة لم يسبق لها حمل أو حمل خارج راحم أو حمل حواج صلي أو لم يسبق لها وجود حمل بأي وسيلة ده اسمه حمل تأخر الإنجاب أولي أو تأخر الإنجاب ثانوي هذه السيدة حدث لها حمل بأي طريقة سواء حصل إجهاد أو ما كملناش أو حمل خارج راحم أو حمل حواج صلي أو حمل كامل هذه السيدة يطلق عليها حمل ثانوي في تأخر الإنجاب الأولي بنودين المبايد يعني السيدة لازم أعمل فحوصات يعني لما تجيلي سيدة هي وزوجها بقلنا سنتين يا دكتور أو سنة ونصر من العلاقة الزوجية الممتظمة اللي ما أخذناش فيها وسيلة وما حصلش حمل بنعمل تحليل الزوج طول على الزوج سليم إحنا حيدنا الزوج من الحلقة اللي فاتت طيب أبتدي أبص على إيه أبص على المبايد طيب إحنا عشان نفهم نفهم إيه اللي محتاجينه وإيه اللي بندور عليه في تأخر الإنجاب للأنثة عايزين نتفرج الحمل بيحصل إزاي هيعرضه لنا الفيديوهات دلوقتي فيديوهين وراء بعد كده عشان نعرف الحمل بيحصل إزاي والتبويض بيحصل إزاي التبويض بيحصل إزاي أهم حاجة إحنا بيحصل تبويض الحاجة اللي عادينا أصلها في الأزهان فيه دورتين بيحصلوا جوه جسم الأنثة دورة المبايد والتي تنتهي بخروج البويضة العروسة اللي بتدور على العريس أو دورة الرحم اللي بتنتهي بنزول الحيض أو الدورة الشهرية دول دورتين اللي اتنين مرتبطين ببعض ودورة الرحم بترتبط ارتباط كل وجزئي بالمبايد وزي ما قلنا المرة اللي فاتت عند الرجال إن فيه أسباب متعلقة ما قبل الخصيتين هم فيه أسباب متعلقة ما قبل المبيضين سواء بالهايبوسالمس نفس الفكرة سبحان الله الخالق واحد الهايبوسالمس الغدة النخمية الـ FSH والـ LH اللي بيخرج طلعوا أو هرمون اللبن البرولاكتين اللي بيؤثر في المبايد والمبايد نفسها وخروج هرمونات الأنوثة والذكورة واللي بيخرجوا بأرقام دقيقة وبحاجة دقيقة جدا عشان يحصل الحمل الست محتاجة الجهاز التناسولي اللي أنسى بيتكون من مهبل عنق رحم رحم مبايد أنابيب وغشاء بروتوني ستة حاجات والستة دول لازم ندور على كل واحدة منهم فيها إيه بس طبعا الترتيب بيختلف وانا بدور لما قلنا تأخر إنجاب أولي انا بدور على المبايد الأول لا تأخر إنجاب سنوي باسأل وسيلة الولادة الولادة الأولانية كالطبيعة ولا قيصرية قيصرية يبقى أنا بفكر بعد ثلاثة شهر من التنشيط وانا شاف المبايد كويسة وتحليل السائل المنوي للزوج كويس أدور على الأنابيب دي بتبقى تاني حاجة تالت حاجة لو أنا بقى الدنيا عندي مش شايف سبب ببتدي أدور غشاء بروتوني ببتدي أعمل منظار لو في العنق الرحم في حاجة لو تأخر إنجاب أولي بدور المهبل في حاجة اسمها حاجز مهبلي ولا حاجز رحمي موجود ولا ولا لما الفيديوهات هتبتدي تتعرض توكل على الله وأنا عرضها دلوقتي الفيديوهات عشان نشوف الحمل ويه الحمل بيحصل إزاي رحلة الحمل لما نتفرج على الفيديوهات ده زي ما احنا شايفين المبيض اهو زي ما احنا شايفين الرحم طيب الرحم زي ما احنا قلنا هو الرحم زي ما هو ظهر على الشاشة الرحم نفسه متواجد بتخرج البويضات اهو الدنيا بتدت تظهر معنا اهو تمام دي البويضة اللي خرجت من المبيض اللي بتخرج على الأهداب الخارجية من الأنبوبة ويحدث الالتقاء بالحيوان المنوي القوي العافي اللي هو بيحدث التزاوج في السلسل الخارجي من الأنبوبة زي ما احنا شايفين بتبتدي تكون الزيجوت او تبتدي تكون الجنين دي الأهداب اللي موجودة جوه الأنبوبة بتبتدي تهندل او بتاخد البويضة العروصة بتبتدي تهندلها او تعملها برفق حتى يحدث هنلاقي الحيوانات المنوية جاية وبيحدث الإخصاب في الثلس الخارجي من الأنبوبة يبتدي البويضة لما يحدث الإخصاب تبتدي تنزرع في الرحم زي ما احنا شايفين ما حصلش حمل او لم تنزرع بالطريقة اللي ربنا رايدها هيبتدي يحدث ماذا تنزل الدورة الشهرية او دم الحيض الشهري زي ما احنا شفنا كده هيبتدي نعرض الفيديو التاني هيبتدي يتعرض الفيديو التاني بحيث يورلنا ويأكد ويؤثر لنا في الأزهان ايه اللي بيحصل ايه الرحلة بتاعة الحيوانات المنوية جوه الجهاز التناسولي للأنسة لما بتبدع وبتدي نتفكر في هذه الرحلة كل مرحلة من مرحل هذه الرحلة او من مرحلة السفرية دي ممكن يحصل او يبقى سبب عائق في حدوث الإنجاب عشان كده السيدة احنا لما بنيجي نبحث عن تأخر لأنجاب لديها بنبتدي بحاجات كتير قوي بنشوف التبيض وما يتستدبعه من تكيوسات مبايض وجود بطنط رحم مهاجرة على المبيض وجود بطنط رحم مهاجرة على الرحم وهكذا الأنابيب بنبتدي طب هاي نبتدي نعرض الفيديو التاني هو نفس الحكاية وزي ما احنا شايفين اهو ادي البوايضات تمام الحيوانات المنوية هي جاية لحدوث التلقيح احنا بدي نبتدي اهو زي ما احنا شايفين زي ما احنا قلنا الحيوانات المنوية بتوضع في الجزء الخلفي من المهبل ومعنده حدوث يعني بعد العلاقة الزوجية البوايضة او العروسة بتبقى جاهزة للاخصاب من 18 ل 24 ساعة يعني ايه يا دكتور يعني التبويض عشان بس الفترة السيدات لما تيجي تتصب ايه طب انا التبويدي من امتى لا التبويض ده اول مش فترة حضرتك التبويض ده من 18 ل 24 ساعة فقط والحيوان المنوي بيفضل زي ما احنا شايفين اهو دي الغدة النخامية اللي فوقيها الهايبوسالس كل ده بيتحكم في وظيفة المبيض فعشان كده احنا لما بنبتدي ندور بنبتدي ندور على الحاجات دي كلها ادي خروج البوايدة العروسة خارجة من المبيض بتبتدي تستقبل من الاهداب اللي موجودة في الانبوبة حتى يحدث التلقيح في السلسة الخارية من الانبوبة احنا كده فهمنا طب انا لما كطبيب انا بدور على ايه قلنا تأخر انجاب اولي باجي للسيدة واقول لها هنتابع التبيض ايه الاسباب المتعلقة بالمبيض بابتدي اشوف الهرمونات بابتدي اشوف خروج البوايدات قد ايه حجم البوايدات قد ايه فيه تكايوسات على المبيض ولا لا وهنعمل لكم حلقة كاملة على تكايوسات المبيض فيه بيطانة رحم مهاجرة على المبيض ولا لا اللي هي بتسمى الكيس الشوكولاتي طبعا الا قدر الله اللي عنده الحاجات دي بيبقى فاهم من اللي انا بقوله لقينا الدنيا سليمة تلت تشهر لست تشهر ما حصلش حمل من العلاقة الزوجية الممتظمة اللي انا محدد المعاد بتاعها عملت تايمينج زي ما احنا قلنا البوايدة من 18 ل 24 ساعة بتفضل صحية في جسم الانسة مستعدة للاخصاب وفي نفس الوقت الحيوانات المنوية اللي بيحصل لها نزول في مهبل الانسة بتفضل عايشة 48 ساعة طيب لا دي احنا المبيض سليمة بابتدى ادور على الانبيب ايه الفحصات اللي بعملها للانبيب بعمل فحصين مهمين جدا ياما اشعب السبغة ياما منزار بطن وساعتها نبات فعل السبغة برضو من تحت عشان اصور الانبيب انهي واحد احسن اللي اتنين زي بعض لو انت هتقدر تعمل ده او ده ولكن طبعا تكلفة المنزار مختلفة عن تكلفة الاشعب السبغة والمنزار عملية ومحتاج تخدير ففي هازرز بس لو محتاجين المنزار يبقى المنزار طبعا افضل لان انا لما بصور غير لما بشوف بعنايا داخل العمليات طب لا تجويف الرحم في حاجة يا دكتور يعني ايه تجويف الرحم في حاجز رحمي طب ده انا هعرفوا ازاي هعرفوا من الاشعب السبغة او المنزار الرحمي سواء ده او ده دول بيبينولي الحاجز الرحمي بيبينولي تجويف الرحم دايما انا بقول ايه بمثلها ازاي احنا دلوقتي عريس وعروس البويضة والحيان المنوي اجروا الشقة او اشتروا الشقة هيشتروا الشقة يروحوا يشوفوا الشقة ويعينوها الاول وبعد كده يروحوا يشتروا العفش اللي هيحطوه في الشقة نفس الحكاية الشقة بتاعتنا هي الرحم لازم ابتدي اشوف البيت اللي هيسكنه الجنين عامل ازاي ساعات البيت دوا بيبقى فيه اختلال يعني فيه حاجز رحمي فيه حاجة اسمها اشار مان سندروم فيه تلايفات كتيرة من كتر القيصريات موجودة داخل تجويف الرحم الحاجات دي بتبان بالاشعب السبغة والافضل منها المنزار الرحمي طيب شفنا الرحم وطلع سليم شفنا الانبيب وطلعات سليمة المبايضة الطبويت كان سليم طيب بيبتدي ادور على عنق الرحم ساعات بتحصل معانا انه عنق الرحم بالأي دي جدا لدرجة انه هو ما بيعديش الحيوانات المنوية فيه فيبروزيس اللي هو تلايف عنق الرحم فيه حاجز مهبلي زي الحاجز الرحمي فوق اسناء العلاقة الزوجية المهبل نفسه فيه حاجز فما بيستقبلش الحيوانات المنوية الداخلية فيه بعض ده خلصنا كده الحاجات الجهاز التنسولي كل حاجة من دي بتاخد لها من شهرين لتلاتة للفحصات عشان كده السيدة ما بنقدرش ناخد القرار ونقول لها انت عندك كذا زي ما السيدات بتيجي هي وزوجها طب انا سنيمة كده من اول كشف طب ازاي حضرتك حتى لو جايبالي ورقة ديكتة فيه فحصات دايما هتبقى نقصة لان ما فيش حد بيقدر نمشي المشوار كله للمجهود وللتكلفة فاحنا بننصح دايما ان حضرتك بتختار الطبيب اللي انت تفق فيه وبتفضلي معاه من 6 شهور لسنة عشان يبتدي يشوف فحصاته دي كلها زي ما قلنا فخلاص احنا خلصنا ابتدي يا شو اعمل منظر البطن زي ما احنا قلنا مهم بيوريني التجويف البريتوني سعب بلاقي بطانة رحم مهاجرة متنطورة في جدار الرحم الخارجي او متنطورة في البلفس من تحت او الحوض في الجدار الخلف من الرحم الجدار الامامي موجودة على المسانة كل دو يؤثر فيسيولوجيا في تأخير الحمل طب علاجه ايه علاجه يا بني بند بعض الجلسات لهذه السيدة او بند او بنعمل كي لو هو من الدرجة الاولى او التانية زيرو او واحد او بند بعض الجلسات المعينة اللي نقدر نتكلم عنها بالتفصيل بعد كده بتقلل بطانة الرحم المهاجرة وتزود تنشيط المبايد كل دو بيساعد لنا طيب سعاد بيحدث الاختلاف اللي هو ايه أثناء العلاقة الزوجية بيحدث انزال من الرجل وانزال من المرأة السائل الذي ينزل من هذه المرأة في بعض الاحيان يقتل الحيوانات المنوية لهذا الزوج والدلال على كده بالجزء الشعبي والمعروف بتاعنا يقول لك اتنين متجاوزين خمس ست سنين عشر سنين مع بعض ما حصلش خلفة خالص اتنين ما حصلش بينهم اي حمل ولا قدر الله حدث الانفصال وعند حدوث الانفصال تتزوج المرأة ويتزوج الرجل اللي اتنين يحملوا من اول شهر مرأة الراجل لا تحمل والستة هذه السيدة تحمل ايه بقى اللي بيحصل في حاجة اسمها انتي سبرم انتي بودز هذه السيدة بتعتبر جسم السيدة بيعتبر الحيوانات المنوية دي كائن غريب وكائن يعني بتعتبره زي البكتيريا وزي الطفايويات لازم تهاجمه فبتكون اجسام مضادة ضد الحيوانات المنوية وبيبدأ قتل هذه الحيوانات المنوية فلا يحدث حمل فلا يحدث حمل طيب الحاجة دي دي حاجة بنعرفها بحاجة اسمها بوست كويتل تس وان كان هذا التحليل ما بقاش متوجد في اغلب المعامل وفي نفس الوقت غالي فاحنا بقينا بنستعد عنه ان احنا بنعمل التلقيح الصناعي طب يا دكتور دكتور ايه هو بقى انا تجنب كل ده طلع سليم وطلع ما فيش حاجة في حاجة اسمها تأخر الانجاب زي ما احنا قلنا قبل كده غير مفصل الاسباب الزوج سليم الزوجة عملنا لها كل الفحصات سليمة عملنا تايمينج او توقيت للعلاقة الزوجية بطريقة سليمة ولم يحدث حمل ده بيندرك تحت تأخر الانجاب الغير مفصل الاسباب وهي عشان احنا عندنا القاعدة الاساسية احنا ممكن كل ده يطلع سليم وبرضو ربنا مش رايد يعني عندنا القاعدة الاساسية يهبوا لمن يشاءوا اناثا ويهبوا لمن يشاءوا الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعلوا من يشاءوا عقيمة سبحان الله يعني احنا في الاخر احنا بنعمل طب احنا بنلجأ بقى لإيه بنلجأ لوسائل الاخصاب المساعد وسائل الاخصاب المساعد هم اتنين كبار قوي ما لهمش حل يا اما ايو اي اللي هو التلقيح الصناعي او الحقن المجهري او اطفال الانبيب بمشتقاته طيب الا ايو اي او التلقيح الصناعي محتاج ايه؟ محتاج تلات حاجات يبقوا سلام رحم سليم طب ويد سليم انابيب سليمة دول بالنسبة للانسة طبعا بافتراض تام ان السائل المنوي عند الزوج سليم طب لو في بقى اي سبب مختل من دول احنا ممكن بنلجأ للحقن المجهري او اطفال الانبيب اطفال الانبيب والحقن المجهري ما هم الا مصطلحين لنفس الحاجة اللي بيختلف ان ايه؟ الحقن المجهري انا بحقن الحيوانات المنوية تحت المجهر تحت المجهر اما الاطفال الانبيب انا باخد البويضات خارج جسم الانسة وابتدي اسيب عليها السائل المنوي فيبتدي يلقح الحيوان المنوي البويضات اللي هو عايز طيب الطرق بتاعة التلقيح الصناعي او الحقن المجهري واطفال الانبيب التلقيح الصناعي انا يعني ايه الفرق بين الاتنين انا بلقح داخل البويضات بتظل داخل جسم الانسة يعني انا بعمل تنشيط للانسة بطريقة زي ما انا بتبحها وابتدي اخد السائل المنوي احطه عندي في الدفاية واخد الحوانات المنوية السليمة القوية وابعتها الجسم الانسة الكلام ده داخليا الحقن المجهري واطفال الانبيب الكلام ده بيحدث خارجيا يعني ايه انا بنشط البويضات واسحبها خارج جسم الانسة ويتم التلقيح خارج جسم الانسة سواء بالحقن المجهري او اطفال الانبيب ان انا بحقن الحيوانات المنوية تحت المجر او بسيب الحيوانات المنوية هي اللي تلقح البويضات طرق الحقن المجهري هم في طريقים كبار بل همش تالت ي الطريق الطوالي ي الطريق العكسي اللي هو اجونيست بروتوكول او انتاجونيست بروتوكول طريق الامامي او الطريق العكسي طريق المباشر او الاجنست بروتوكول اللي هو بينقسم لطريقين كوباه يا اما شورت بروتوكول يا اما لونج بروتوكول يا اما الطريق الطوالي يا اما الطريق القصية ايه الفارق بين ده كله وده كله؟ الطريق الطويل ان انا بحيد احنا قلنا زي ما احنا قلنا الهايبوثالمس او الغدى النخامية بيتحكمه في مصيفة المبيض انا ما بقدرش اسيب دوا لظروف فبدي حاجات في اللونج بروتوكول او الشورت بروتوكول وفي حاجة اسمها في بعض الحاجات ألترا شورت يعني القصير قوي ولكن لا يفضل احنا بنفضل دايما اللونج بروتوكول او الطريق الطويل ولكن والشورت بروتوكول بس احنا بنقول للأطباء الصغار دايما خلي بالك عشان ممكن يحدث زيادة استصارة للمبيض والسيدة تخش في حاجة اسمها الهايبر استيميليشن سندروم او يعني البويضات بتخرج بفرطة تنشيط ممكن يدخل السيدة في بعض المشكلات اللونج بروتوكول او الشورت بروتوكول اللي اتنين الى حد ما بيمشوا بنفس الفكرة ان انا بحيد الغدى النخمية بقرجها وان كان اللونج بروتوكول انا بنفضله لان هو ده الطريقة الستاندرد بنحيد الغدى النخمية بحاجة نديها ان احنا نمنع خروج الغدى النخمية بحيث ان احنا بنتحكم في المبيض خارجيا ويبدأ التنشيط القوي للمبيض حتى يحدث حاجة اسمها تريجرين الاقي حجم البوايضات من 18 ل23 22 اشوف عدد البوايضات اكبر عدد من البوايضات ودي حاجة اسمها تريجرين او التحفيز اللي هي الـ LH اللي بتعمل فابتدي واسحب البوايضات خارجيا بنسحب البوايضات بعدها من 33 ل36 38 ساعة ما فيش مشكلة خارج جسم الانسة ويبدأ خطوات الحق تحت المجهر طب الشرطة بروتوكول بنبتديه من اول او تاني يوم الدورة بدل حاجات اللي هي تمنع الغدى النخمية من افرازها من افراز الهرمونات بتاعتها وابتدي يأدي المنشطات وابتدي اسحب البوايضات برضو خارج الجسم وابتدي التلقيع ده الطريق الطوالي المباشر في الطريق العكسي اللي هو الانتاجونست بروتوكول ان احنا بندي السيدة تنشيط وبعدها اديها الحاجات اللي بتدي الغدى النخمية ده بنفضله لان ده استثارة الدخول لا يحدث استثارة زيادة للتبويض فبيبقى فيه كنترول اعلى في الغدى النخمية ووظيفة المبيض فما بيدخلش العيانة في حاجة اسمها هايبر ستموليشن سندروم اقل كتير من اللونج بروتوكول وبرضو بيحافظ على اللونج بروتوكول بيحافظ على جودة البيضات دي احنا ليه بنعمل ده وليه بنعمل ده وامتى دورنا وامتى دورنا امتى ألجأ للحقن المجهاري الحقن المجهاري يعني امتى زوج وزوجة دخلين لي لعيادة من لأول وهلة دول اخذ قرار للحقن المجهاري لما اشوف تحليل سائل المنوي لقى زيره نكرره في معمل تاني لقى زيره هاخد عينة من الخصية لقى حيوانات منوية يبقى ده حقن المجهاري ده اول سبب واضح اعمل اشعب استبغى او منظر بطن ورحم لقى لان ببتين مزدودين دول سبب مباشر للحقن المجهاري السائل المنوي ضعيف جدا ألاقي ألف حيوان منوي ولا ألفين ده سبب مباشر لما لاقي الاندومتريوزيس او بطنط الرحم المهاجرة من الدرجة الثالثة او الرابعة ده سبب مباشر للحقن المجهاري وان كان انا شخصيا بفضل ان فيه جلسات معينة بنديها قبليها من شهرين لتلاتة عشان السيدة الموضوع يبتدي ايه ده بالنسبة لها ويحدث الحمل ويبقى بسهولة حدوث الحمل ايه الاسباب التانية ان انا زوجين بقى لهم سنة او سنة ونص من العلاقة الزوجية المتكاملة الانبروتكتد الغير محمية يعني هما بيدوروا على حمل في السنة دول او سنة ونص وما حصلش حمل السيدة جايبا لي كل الفايل بتاعها ومش سايب في حاجة سبب سائل التحليل السائل المنوي للزوج هايل طب انا بقى هعمل ايه دايما انا بقول للزوجين كده انا لست الساحر ولا الحاوي لنقاتي بما لم يأتي به الاوائل يعني هو ده اللي هيحصل هالنشط المبايدة هنشوف هنعمل 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 طب ما حصلش لقب هنبتدي نعمل حق الميجاري فبنوفر عليهم عشان كده بعض ان الزوجين بيبتدي يتدايقوا انت من اول بتقول لنا حق الميجاري ما انا مش شايف سبب حضاراتكم ودايما بنحاول نوفر على العيان العيان بعد فترة من الزمن سنة او سنة ونص وعامل لكل الفحصات طب يبقى انا انا هاخرك تاني ليه وخصوصا مع السن العالي يعني لو السيدة جات فوق الاربعين بقالها ستة شهور متجاوزة لا ده حق الميجاري على طول الزوج فوق الخمسة واربعين او الخمسين وده او الزواج وما عندهش اولاد لا بنعمل حق الميجاري برضه هو الحمد لله ربنا اوجد لنا هذه الوسيلة لاختصار المسافات واختصار الوقت طب نتكلم عن حاجة مهمة جدا نسبة نجاح الحق الميجاري ايه عشان ده السؤال اللي بيتسئل تماما نسبة نجاح التلقيح الصناعي ده السؤال ده بيبقى سؤال مباشر وان كان انا ما بحبهوش لان كل زوجين على حدة ليهم تفصيلاتهم وليهم البروتوكول بتاعهم يعني زوجين بنعمل لهم تلقيح الصناعي وحدث حمل طب يبقى انت نسبة النجاح بالنسبة لك 100% ما حصلش بقى 0% انما في المجمل العام النسبة 15% زيادة عن فرص الحمل الطبيعي في التلقيح الصناعي يعني لو الزوجين دول بالكريتيريا او المعايير اللي موجودة عندي ان الزوجين دول الفرصة بالنسبة لهم في الحمل الطبيعي 60% يبقى بالتلقيح الصناعي انا بزود 15% يبقى 75% وان كان المفروض التلقيح الصناعي بيتعمل ثلاثة ساكسيسف بيريودز يعني بعمله ثلاث مرات متتنين بس طبعا اللي بيحكمنا في هذا الموضوع هو بيبقى التكلفة المادية هل استطيع العيان ان التكلفة المادية ثانيا لما دايما بنحاول نوفر عليه لو ما حصلش من مرة بنقول ووفر فلوسك هنعمل الحقن المجاري اللي نسبة حدوث الحمل معاه اعلى طب يا دكتورة استأذن حضرتك نسبة حدوث يجيلي الزوجين كده يقولولي طب انا نسبة النجاح عندي في الحقن المجاري قدين طبعا لو زوجين صغيرين طب ويت سليم ما حصلش محاولة قبل كده كل ده بيعلي فرص يتبقى بتوصل لستين الى سبعين في المية طب لا زوج وزوجة جموا عملولي ثلاثة اربع مرات قبل كده حقن مجاري ولم يحدث حمل او لم يحدث خروج بويضات او خروج بويضات غير سوية او غير سليمة وده برضو ليه نوع من انواع الجلسات اللي السيدة بتاخدها بتمشي عليها شهرين ثلاثة قبل الحقن المجاري وقبل الفرصة اللي بعديها احنا بنيدي بعض الجلسات اللي من الاكسوجين النشط بتبتدي تنشط الجس وتنشط البويضات فتخرج بويضات سليمة وبتمنع بطنة الرحم المهاجرة كل دوان بيزود الفرص طب الزوجين لقينا عملنا زوجين جايين وعملوش قبل كده حقن مجاري وسنهم صغير بس هي عملة البويضات بتاعتها من السليمة لا ده لسه ضعيف لقينا حمل سن السيدة فوق الاربعين كل دوان بيسبب نقص نسبة نجاح الحقن المهاجر كان معاكم دكتور شهادي وما قالونا ان احنا خلصنا كده معاكم دكتور شهادي محمد استشاري امراض النساء والتوليد وتأخر الانجاب على وعد بلقاء اذا كان في العمر بقية انتظرونا الحلقة القادمة في موضوع بيهم كل السيدات تكيسات المبايد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته